السلام عليكم معاكم مسني اللي سعيد لو اول مرة تتابعني اشترك في القناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اتمنى ان اكون اقدر اسعيدكم لو عجبك الفيديو اعمل لايك اعمل شير للفيديو وفيد بي الناس كمعات مفرح جدا بالقومنس اللي بتسيبها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله هناخد القصة بتاعت لجونيور ثري لمنهج تلتة ابتدائي والقصة معنوان مالكس جريم مالكس جريم ودي اباستروفي السلم الكي يعني الحلم بتاع مالك مالكس جريم الحلم بتاع مالك اول حاجة هو هنا اعطيني بعض الكلمات المهمة اهي هو عملي هنا الفيكتر دكشناري فبيقولي لب ريد لب ريد يعني يقرأ الشفاف هي ما بتسمعش ولذلك بتقرأ الشفاف امريكان ساين لانجوش جي دي سايلانت امريكان ساين لانجوش يعني لغة الاشارة الامريكية he is using ASL to talk ASL اختصار امريكان و ساين و لانجوش بناخد اول حرف من كل كلمة يونيورستي يونيورستي اللي هي الجامعة بيدرس في الجامعة بيدرس في الجامعة بيدرس في الجامعة وبعدين بيقولي هيرين ايد هيرين ايد اللي هي سماعة الازن السماع اللي تبقى في ودن الولد او البنت الطفل ده بتساعد عشان هير يسمع لما يبقى سامعه ضعيف براود براود و دي معناها فخور with his parents are very proud بابا وممتو parents الوالدين براود فخورين because he finished finished school هو خلص المدرسة هنا بيقولي clever clever ومعناها زكي she can answer all the questions هي بتعرف تجاوب كل الاسئلة she is very clever هي زكية جدا تمام بسعرفة نشوف القصة بتاعتنا بتحكي عن ايه بيقولي this is Malak دي Malak she loves teaching هي بتحب teaching التدريس she wants to be a teacher هي عايزة تبقى teacher when she grow when she's older لما تكبر Malak can't hear well ما بتسمعش كويس she wears a hearing aid بتلبس سماعي تودان that helps her to hear Peter بتساعدها ان هي تسمع احسن sometimes Malak feels sad في بعض الاحيان Malak بتشعر بالحزن because علشان children can't understand her الولاد مش فهمنها she wants to be a teacher وهي عايزة تبقى مدرسة she can help people understand هي عايزة تقدر تساعد الناس انهم ما يفهموا فبيقول لي Malak goes to a special doctor بتروح لدكتور special متخصص the teacher shows Malak how to read lips a teacher بتعلم Malak ازاي read lips تقرى الشفيف now Malak can see what people say دلوقتي Malak شايفة اللي الناس بتقولوا هي بتقرى شفيف هم بيقولوا ايه لانها مستمعهم فبيقول لي Malak is very kind طيبة جدا and likes playing games وبتحب تلعب العاب with her friends مع صحابها she talks to them بتتكلم معهم they can't understand her هم فهمنها because they learn sign language ان هم تعلموا لغة الاشارة فبيقول لي Malak talks to her mom بتتكلم مع مامتها I want to be a teacher انا عايزة ابقى a teacher مدرسة when I am older لما اكبر her mom says مامتها بتقول you can work hard تقدري تشتغلي بجد you can go to university تقدري تروح الجمعة to be a teacher وتبقي مدرسة you are very clever انت شاطرة جدا الكلمات المعمولة كده دي حفز you can help deaf children deaf deaf يعني ضعيف السمع اللي مش بيسمع children you can help all children تقدري تساعد كل الاولاد to understand each other عشان يفهموا بعض مالك wants to speak to all deaf children مالك عايزة تتكلم مع كل الولاد اللي مش بيسمعوا she wants to help them وعايزة تساعدهم she learns sign language ماشي وتريد عشان تساعدهم هي عايزة تتعلم لغة الاشارة she can say hello تقدر تقول hello in sign language بلغة الاشارة she can ask تقدر تسأل how are you كيف حالك in sign language بلغة الاشارة she learns how to say many things بتتعلم ازاي تقول حاجات كتير she talks to deaf people بتتكلم مع الناس اللي مش بتسمع her friends like sign language صاحبها بيحبوا لغة الاشارة مالك's friends want to learn sign language صاحب مالك كلهم عايزين يتعلموا لغة الاشارة they say to مالك بيقولوا المالك please teach us أرجوك يعلمينا some sign language بعض لغة الاشارة طبعا لما يبقى عندك صاحب أو صديق عنده بيبقى deaf مش بيسمع أو مش بيها في تكلم أكيد بتحب تتكلم معه وتتواصل معه فلازم تتعلم لغته مالك and her friends sign to each other ابتدوا ايه يشاوروا البعض everyone can talk and كلهم ابتدوا يتكلموا and they can use sign language ابتدوا يستخدموا لغة الاشارة مالك finished university مالك قبرت اهي وخلصت جامعة she is very happy بقت مبسوطة and proud وفخورة miss malak is now a teacher at a club miss malak دلوقتي بقي teacher at a club في نادي after school بعد المدرسة some of the children can hear بعض الولاد بقداروا يسمعوا some can't hear will والبعض ما بيسمعش كويس and some of the children are deaf وبعض الأطفال ما بيسمعوش خالص she uses sign language بتستخدم لغة الاشارة to talk to deaf people children عشان تتكلم مع الاي الولادة اللي مش بيسمعو the hearing children watch mrs malak's signing signing with the deaf children الولادة اللي بيسمعوه بيشوفوا mrs malak miss malak وهي بتغني مع الاي deaf children الولادة اللي مش بيسمعو they see the sign language بعدوا يتفرغوا على لغة الاشارة they think it's great fun وفقيه وحاسين ان هي ممتعة بصوا يتفرغوا على الولاد دول من بره وحاسين ان الموضوع ممتع they say to miss malak بيقولوا miss malak can we learn the sign language ممكن تعلمينا لغة الاشارة miss malak is very happy هي مفروطة جدا and excited وإيه وسعيدة she teaches بتعلم the hearing children الولادة اللي بتسمع some sign language بعد اللغة الاشارة when the children come to after school club لما الولاد بيقوا للنادي اللي بعد المدرسة then sign hello بيعملوا بأدهم hello how are you كمان بيعملوا بأدهم كيف حالك have a good day ويعملوا بأدهم استمتع بيوم كويس ثم يسملك لم يسملك بيطبقوا اللي هي علمته لهم لغة الاشارة لغة الاشارة people can learn الناس بتتعلم to talk with each other عشان تتوصل أو تتحدث مع بعض تمام آخر حاجة هنا عطيني الكلمات زيادة هي فبيقولي teacher مدرس older أكبر here will يسمع كويس bitter of dull how كيف kind لطيف understand يفهم talk to يتحدث إلى work hard يعمل بجد deaf يعني مش بيسمع friend صديق club naady excited سعيد each other بعضهم البعض احنا بكده نكون قرينه الستوري كلها الستوري نذيذة احنا قلنا الستوري كانت بعنوان malax dream الحلم بتعملك انها تبقى teacher وتتعلم sign language وفعلا تعلمة sign language اتمنى ان انتو احققوا كل احلامكم وتحقق اللي انت نفسك تبقى كان معكم يسنلي سعيد لو الفيديو عجبك واستفدت منه اعمل like اعمل share للفيديو عشان الناس ولا تستفيد بفرح بالcomments اللي بتسيبهايلي لو اول مرة تشوف الفيديو اعمل فعلى جارة شان يوصلك الفيديو زي اول باول اتمنى ان اكون قدرت سعيدكم كان معكم بسنلي السلام عليكم ورحمة الله